موسيقى موسيقى رسالة بولوس الرسول إلى أهل رمية الإصحاح الثاني موسيقى لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين لأن فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها ونحن نعلم أن دينونة الله حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة ولكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرام والبقاء فبالحياة الأبدية وأما الذين هم من أهل التحزم ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإسم فصخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر اليهود أولا ثم اليوناني ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهود أولا ثم اليوناني لأن ليس عند الله محابا لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدام لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله صرائر الناس حسب إنجلي بيسوع المسيح هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس وتسق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهزب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك الذي تكرز أن لا يسرقه أتسرقه الذي تقول أن لا يزنى أتزني الذي تستكره الأوسال أتسرق الهياكل الذي تفتخر بالناموس أبتعد النموس تهين الله لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس ولكن إن كنت متعدياً الناموس فقد صار ختانك غرلة إذن إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس أفما تحسب غرلته ختاناً وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهودياً ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختاناً بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي متحه ليس من الناس بل من الله نعمة الله الآب تكون مع جمعنا آمين في الإصحاح الثاني أحبك تقف عند الآية رقم أربعة يقولك أما تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالماً أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة الله يعطينا دائماً فرص ولكن هذه الفرص هي من أجل توبة الإنسان والفرص دي يقدمها الله بغنى وبنفس طويل وبطول الأنام وبلطف والله يقصد من وراء هذا كله إنه يقتادك إلى التوبة إنك تقدر تكشف نفسك إنك تقدر تعرف خطيطك أما الإنسان اللي يبتدي في أول إصحي يقوله أنت بالعذر أيها الإنسان يقع في خطيطة اسمها خطيطة الاستهانة ودي خطيطة خطيرة جداً إن الإنسان يستهين بالبصية يستهين بالمبادئ الإنسانية يستهين بالخبرات اللي بيعيش فيها الإنسان يستهين بقوانين الطبيعة يستهين بالمقدسات هذه خطية بتجعل الإنسان يضيع في حياته عشان كده ده توجيه لك إن كنت عايز تعيش في فرح وعايز تتمتع بفرح المسيح في قلبك احترس من خطية الاستهان لأنك أنت بلا عذر أيها الإنسان واستثمر لطف الله وإمهاله وطول أناته وبحكمته التي تقودك إلى التوبة استثمر ده في توبتك وفي نقاوت قلبك وأعرف كده أن الله ليس عنده محاباة زي في عدد حتاشر أعرف واحفظ أنك أنت بلا عذر أيها الإنسان شان كده انتبه إلى نفسك ربنا معكم اشتركوا في القناة